السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتكلم على موز الاعطال والتيست مود لغسالة تورنيدو. ازاي نعمل تست مود ونعرف كل الاعطال وطريقة حلها للموديلات بتاع غسالة تورنيدو دي. اه اوتو تيست يتم الضغط على اه الزر الاول ناحية اليسار ثم اه مع وضع مفتاح البرامج على وضع الاقاف. اثناء الضغط على الزر الاول ناحية اليسار يدم ضبط بقرة البرنامج على البرنامج الاول. اه سيرفيز اوتو تيست يتم الضغط على الزرين الاول والتاني ناحية اليمين. اه وبعدين اثناء الضغط على الزرين يتم ضبط بقرة البرنامج على البرنامج الاول. ده اه اوتو تيست وسيرفيز اوتو تيست. طبعا لو في عطلة يزهر لنا العطل. الكود بتاعه او العطل معانا اي واحد. عطل في كفل الباب او عطل كفل الباب والوصلات والبردة. طبعا لو الباب مش مقفول هيزهر لنا العطل دوت. او لو في مشكلة في لوق الباب. او وصلات اللي وصلة للوق الباب او البردة. ديت هيدينا العطل اي واحد. اه عطل اي اتنين ده ضعف طيار المية او مصدر المية بيكون سادد بالفرطر او اه الصمام بنفتح الخرطوم وننظف طبعا المصفى بتاع الخرطوم اه اللي هو بيوصل مية للغسالة. اه عطل اي تلاتة عملية عطل عملية الصرف خرطوم الصرف المتني او فيه سادد في الفرطر او فيه عطل في ترمبة التصفير. طبعا بنفحص كل الحاجات ديت. اه اي تلاتة مشكلة في التصريف. اي اربعة زيادة منصوب المية عن المطلوب عطل او الوصلات او حساس منصوب المية. ممكن يكون المشكلة في الصمام او وصلات او الحساس البراشر بتاع اه الغسالة. اه اي خمسة عطل حساس التسخين او الوصلات. طبعا ده لو مشكلة في السخان او توصلات بتاع السخان. عطل اي ستة عطل المطور. او اه التاكو ميتر. اه عطل اي تمانية عطل المطور عطل ترياك المطور في البرطة. اه اي عشرة عطل حساس منصوب المية او الوصلات. طبعا دي كل الاعطال اللي بتحصل. ما تنساش تشارك في القناة وتدعمنا بلايك وولينا رايك او تشارك في تعالى.